ميسى ميسى على كل اشياء دحيح الافلام فيلمنا النهاردة اسمه ايليان كوفنيت هو الجزء الثاني من فيلم بروميسيوس علشان كده نصحك تتفرج عليه الاول وبيحكي عن بعثة للفضاء بيكتشفوا كوكب مجهول وبيلوا عليها كائنات مرعبة عايزة تدمر البشر وتاخد مكانهم وبتبدأ الحكاية مع صناعة الروبوت ديفيد والدكتور بيتر بيعرفوا ان هو اللي صنعوا وعنده امكانيات كتير جدا وكمان بيقولوا على اسمه ولكن اللي بيخلي ديفيد مستغرب ان لو بيتر اللي صنعوا يبقى مين اللي صنع بيتر نفسه وزاته بيتردد بيتر في الاجابة عن السؤال ده وبيقولوا انهم مع بعض هيلاؤوا اجابة مقنعة ليهم وبعد مرور السنين وبالضبط في سنة 2104 بليس فينا كوفينينت في الفضاء وعليها 15 من افراد التاقم وعليها 2000 انسان وعدد كبير من الاجنة بتحاول توصل لكوكب اريغاي 6 واللي البشر هيستعمروه ويعيشوا فيه ولسه وصدهم سبع سنين واربع شهور لحد ما يوصلوا ليه على مكن السفينة كل البشر بيبقوا نايمين واللي بتحكم في السفينة هو الروبوت والتر واللي هيبقى نسخة من ديفيد ومهمته يتأكد ان كل حاجة على السفينة ماشية تمام لحد ما يوصلوا للكوكب الجديد وفي اليوم ده بيحصل موجة رهيبة من الطاقة في الفضاء بسبب انفجار نجمي قريب منهم وده بيتسبب في مشاكل كتير بالسفينة علشان كده بيحاول والتر وكمبيوتر السفينة انهم يصحوا كل طاقم السفينة وفي خلال سواني بيفوق عدد كبير منهم ولكن بيحصل خلل وبيموت عدد من البشر مع كابتن السفينة نفسه والغرفة بتاعته بتتحرق وبيموت وبيتفحب طاقم السفينة بيبقوا في حالة صعبة صحي وفجأة على كرسة وماتت الناس منهم ولكن بيحاولوا يكملوا المهمة ويشيلوا الكسس ويشوفوا هيعملوا ايه بس دانيال زي بتوت وغرفتها حزينة ويبتبكي لان الكابتن اللي مدى يبقى جزعة وما بتدرش تستحمل ألم فقدانه ويموت وصد عينيها دلوقتي رامبا هو قائد السفينة وبيجتمع مع الطاقم وبيعرفوا انهم فقدوا 47 من البشر و16 جنين وكابتن السفينة والسفينة نفسها في حالة كويسة جدا بس في انظمة كتير متوقفة عن العمل ولازم يصلحوها ويتأكدوا ان المشكلة دي مش هتحصل تاني وبالرغم الوجه اللي جوة دانيالز بتشتغل وبتحاول تصلح الى طال الموجودة وبسايدة وولتروا مع بعض بيعدوا على كل أجزاء السفينة وبشوفوا ان كل حاجة تمام وبعدها بيقبلوا اثنين من أعضاء الطاقم وبيطلقوا جزة الكابتن في الفضاء وده بدايق اوران لانه اداهم أمر يصلحوا السفينة الأول وبتحاول كارين تفاهموا انهم كانوا بيودوا صديقهم مش أكتر وياخد الدنيا بيدوق شوية بيطلع تينيسي للفضاء علشان يصلح مشكلة في شراع شحن الطاقة ويرجعوا الوضع الطبيعي وبتبقى دي أكبر مشكلة عندهم وسادة بترجع الى انظمة للعمل والسفينة بتشتغل بشكل ممتاز ولكن أثناء متينيسي راجل للسفينة بيواجه مشكلة في انظمة الاتصال وتشويش صعب جدا وتسببوا ما بيقدرش يتكلم مع غرفة التحكم بالسفينة ولما بيرجع السفينة بيقض مع باقي الطاقة في غاية ستة اللي كانوا رايحينه وكمان أحسن منه وعلشانين كوكب الغريب ده هيقدروا يوصلوله في كم أسبوع بيقرر أورام يروح ويشوف إمكانية الحياة فيه بنفسه وده بالرغم من اعتراض بعض أعضاء التاقم واللي شايفين يكملوا مهمتهم ودانيلزي بتكلم أورام على انفراض وبطول ان الوطر غريب جدا يعني كوكب مثالي ظهر من العدم وبعتلنا إشارة وما كناش نعرف عنه حاجة وكمان محد يشافه أثناء مسح الفضاء لما كانوا بيدوروا على كوكب للحياة الموضو ده شكله غريب جدا والشك بيتغلغل جواها وبتبع إذا تكمل مهمتها الأساسية لكن أورام بيقدر يقناها نداء أفضل قرار ممكن يخده مع البيانات اللي قدروا يتوصلوا ليه وبيقرر يروح للكوكب بالرغم من اعتراضها الشديد بتوصل السفينة للكوكب الغريب وبتستمر في الدوران حوالين الكوكب لتحليله وبياخد الكابتن والدانيلزي معهم وولتر ويعدد من الطاقم وبيخشوا سفينة أصغر وبينزلوا للكوكب وبالرغم من صعوبة الجو الممتر والراد والبر في الوقت ده بيطروا يهبطوا بسلام على المية والغريب إن الكوكب ده بيبقى شبع كوكب الأرض جدا ونسخة منه في كل شيء وعلشان التأمين بياخد الطاقم أسلحة قوية وبيخرجوا للكوكب وهم مستغربين من شكله وجماله ولكن في نفس الوقت خايفين من المجول بتستنى فارس في السفينة الصغيرة دي علشان تأمنها وتقفلها كويس وبيخرج أوران مع باقي الشباب وبيبدأوا استكشاف الكوكب بحضر شديد وبيحدد وولتر مصدر الإشارة اللي التأطوها على بعد 8 كيلو بالزبط وأسلمهم هم بيتمشوا بيلو أمح ولكنه أضخم بكتير وبيسألوا نفسهم إزاي الأمح بتاع الأرض موجود هنا ولكن السؤال الأهم مين اللي زرعوا في الكوكب ده بتنتظر كارينها لشان تعمل أبحاث في نقطة معينة وبيقض معاه واحد من التقم يحميها وبيكمل الباقي طريقهم ولكنهم بيلحظوا أن فيه أشجار قمتها مدمرة تماما زي ما يكون فيه شيء يصطدم بيها بقوة جديدة واللي بيشد انتباههم أن الحد دلوقتي ما قبلوش لا حيوان ولا طائر ولا أي شيء نهائيا وده شيء غريب جدا واسنما الشخص اللي مع كارينو اللي اسمه ليدوارد بيتمشى جنبها بيدوس على حاجة غريبة بيطلع منها جزيئات بتتفاعل مع دخان السجارة وبتتحول لمادة سوداء حجمها صغير جدا وبتخش جوه ودانه وبتخترق جسمه وبتنتشر جواه في نفس الوقت بيوصل باقي الطاقم لسفينة أملاقة محطمة ودي كانت مصدر اللي شارة اللي استلموها طب يقرروا يقربوا منها ويستكشفوها ولكن من شكله والتكنولوجيا اللي فيها انها غير بشرية ومن حضارة تانية ولما بيخشوا جواه بيلقوا كور شكلها غريب وبيطلع منها نفس المادة السوداء وبتخترق جسم توم من غير ما ياخد باله وبيكمل الطاقم استكمال البحث في السفينة وبيلقوا سلسلة بتاعت الدكتورة إليزابيسشو ومن خلال بيانات وولتر بيقدر يعرف انها كانت قائدة البعثة العلمية في سفينة بيروميسيوس اللي اختفت من عشر سنين بشكل غامض واللي بيستغربوه اللي جاب السلسلة بتاعتها هنا على السفينة الغريبة دي بيقدر الطاقم انه يوصل لمركز التحكم بالسفينة وبيشوفه زي فيديو مسجل لإليزابيس وهي بتتحكم في السفينة وبتغني نفس الأغنية اللي سمعوها وبيتأكدوا ان دا مصدر الإشارة في الوقت دا ليدوارد بيحس بتعب شديد وما بقاش قادر يتنفس فبتتصل كريم بإيران وبيتقول على اللي حصل وانهم هيرجعوا للسفينة فبيقرر إيران مبيت طاقم انهم يرجعوا للسفينة هم كمان ولكن فجأة بيبدأتهم انه يتعب وبيقع من طوله فبيساعدوه وبيغضوا طريقهم للرجوع للسفينة وكل المعلومات دي بتوصل لتينيسي اللي في السفينة الأم وبيبدأ يقلق جدا بتجري فارس علشان تساعد كريم والإيدوارد وفجأة بتقف مصدومة وهي شايفة وقع من طوله وبينزل دم بكميات رهيبة وبالرغم من كده تمسكه كريم وبتاخده لغرفة العلاج وبتحجزه جواها وتينيسي قاعد بيسمع كل ده وفي خلال ثوني بيتشقي ظهر الإيدوارد فبتخرج فارس وهي مرعوبة وبتقفل عليهم الغرفة وبعد اللحظات بيبدأ يتشنك بقوة وبيخرج من ظهره كائن غريب وبيشقه نصين فبتجري كانينه بتمسك سلاحها لشان تدافع عن نفسها ولكن الكائن بيتصرف بادوانية جديدة وبيهجم عليها وبيقتلها بوحشية رهيبة ومع الكرسة اللي بتحصل بتجري فارس وبجبر الشاش وبتحاول تهجم على الكائن ولكنها بتقع على الأرض وبتجري مرعوبة وبتقفل الباب من تاني ولكن الكائن بيقدر بقوة ويكسر زجاج الباب وبيجري وراها وهي بتاخد سلاح تاني وبتحاول تقتله بس النصاص بيهي في خزنات الغاز وبيحصل انفجار رهيب والسفينة كلها بتتدمر وصد ينبي أعضاء الطاقم وبيقفوا يتفرجوا على الكائن الغريب وبيخرج من السفينة والنار مسك فيه بنفس الوقت توم بيبدأ يتشنج هو كمان وفجأة بينزل وفجأة بينزل دم من بقه وبيخرج كائن تاني وصد عنيهم وبيطلع يجري وبسبب الوضع الخطير بيحاول تينيس انه يتواصل مع الطاقم اللي على الكوكب ولكن بسبب العصفة ما بيقدرش وعلشان كده بيقرر انه يقرب اكتر من الكوكب ولكن ده بيبقى خطر جدا على السفينة فبيوافق باقي الطاقم اللي معاه انهم يستنوا شوية في الوقت ده بتحاول دانييل زينات تواصل مع سفينة الام بس من غير اي فايدة وفي اللحظة دي بيقرب الكائن منهم فبيحاول والتر يتصدى ليه وباقي الطاقم بيصوبه سلاحه من ناحيته ولكن الكائن بيبقى قوي جدا وما فيش حاجة ميأسرة فيهم وبيهجم عليهم بسرعة رغيبة وبعدين بيهربوا من لاين والتر فقدرعوا في الهجوم ده وانه بيجي الكائن التاني وبيهجم على الطاقم بسرعة اكبر وبيقطع فيهم ولكن في لحظتها في شخص بيظهر وبيضرب شعلة في الهوى بتهمل نور قوي جدا فبتغرب الكائنات دي من المكان وهم مرعبين وبيطلع ان الشخص ده هو ديفيد وبيقول لهم يمشوا وراه لو عايزين يعيشوا فبيتحرك وراه الجميع وهم مصدومين من الرعب اللي شفوه وبيهضوهم لأسوار مدينة كل اللي فيها جسس متفحمة ومنظرهم مرعب مئات الالاف ماتوا من فترة بنفس الطريقة المخيفة وده بيخلي الفريق في حالة صدمة اكبر والرعب بيزيد جواهم وبيمشوا وراه ديفيد وسط الجسس دي الحد ما بيوصلوا لمبنى وبيخشوا جواه وهم بيسألوا نفسهم سؤال واحد ايه اللي حصل هنا ولكن ديفيد بيشيل الغموض من جواهم وبيشرح له مني من عشر سنين وصل للكوكب ده مع اليزابيس شو وهم كانوا ناجين فقط من سفينة بيروميسيوس والسفينة اللي كانوا راجبينها اكتشفوا ان جواها سلاح ذي روسي ممي واسنما كانوا بيهبطوا اتفتح الباب للفيروس بالغلط وفقدوا السيطرة على السفينة وماتت اليزابيس من تحطهم السفينة والفيروس انتشر في الكوكب ودمر كل اشكال الحياة هنا وحاول ديفيد الناجاته للفترة دي وبيعرفهم ان نفس الفيروس هو اللي صابت طاقا بتاعهم لانه مصمم على مهجمة اي شكل للحياة بعد النباتات الفيروس بيقتل الكائنات دي او بيستخدمهم علشان ينتيك كائنات مرعبة زي اللي شفوها وبيقول لهم ان اللي موجودين معادي الوقتي محدش فيهم اتصاب وكلهم في حالة سليمة ولكن اورام بيعرفوا انهم لازم يتأكدوا علشان مش هيقدروا ياخدوا الفيروس ده معاهم للسفينة لان مهمتهم هي استيطان كوكب جديد وما يقدروش يعرضوها للفشل فبيسالهم ديفيد عن اعدادهم الموجودة على السفينة وكل شيء في الوقت ده لوبي بيبقى عايز يتواصل مع السفينة الام وبيسال ديفيد عن طريق لسطح المبنى علشان يصبط الاجهزة فبيقول له على الطريق وبيطلب من الطاقم يستريحه شوية وبيعرفوا منهم هنا في امان وطبعا بياخد باله ان والتر يبقى روبوت زيه بالضبط وشبه فبيرحب بي في بيت اخوه وبالرغم من محاولات لوبي انه يتواصل مع السفينة ولكنه بيفشل اما تينيسي فبيبقى الان على الطاقم اللي موجود على الكوكب فبيمر الزكاية الصناعي اللي في السفينة يقربهم للكوكب اكتر وفي نفس الوقت بعيد عن خطر العاصفة في نفس الوقت بيروح ديفيد وبيحلق شعره الطويل وبيخلي نفسه شبه وولتر بالضبط وبعدها بيتقابل مع وولتر وبيتكلم معاه وبيسأل وولتر اذا انت مش مستغرب لما شفتني شبهك بالضبط ولكن ديفيد بيعرفه اني اي مهمة لازم بيها روبوت وبيبقى متوقع انهم يصنعوا روبوتات شبهوا وبيشرح له انه كان مع الدكتور بيتر في اخر ايامه وانه ما كانش يستحق الحياة ولا انه يدخل من الاساس وبيبقى من الواضح انه علشان اول نموذج من الروبوتات كان عنده امكانيات اكبر ومسموح لي يصنع حاجات ويفكر بنفسه على عكس وولتر اللي بقى غير مسموح لي حتى يازف على الناي لان البشر شافوا اني لما يدوا للروبوت حرية الصناعة والتفكير زيهم هيبقى خطر كبير ويعلموه ينفذ الاوامر وبس واسلام الطاقم قاعد بيفكر في اللي حصل لهم بيعتزر اورام لدانييلز لانها كانت على حق اني قرروا باستكشاف الكوكب دا خلاهم يفقدوا خمسة من الطاقم وحاسس اني زنبوهم في رئابته بيعود ديفيد مع نفسه يفتكر الماضي لما وصل بالسفينة للكوكب دا من عشر سنين والكائنات البيضة الاملاقة لما شافوا السفينة فرحوا جدا لانها بتاعتهم في الاساس ويبصوا ليها بفخر وسعادة وفجأة فتحت ابواب السفينة ونزل منها المادة السوداء بكميات رهيبة وصنعت سحابها املاقة مخيفة وساعتها الكائنات البيضة حاولوا يهربوا ولكن المادة السوداء هجمت عليهم في لمح البصر وخلصت عليهم آل وخلصت عليهم والهلاف ماتوا في لحظات معدودة والمادة اللي صنعوها للقضاء على الكائنات الحية كانت السبب في فنائهم وفيه كل دا بيقف ديفيد في السفينة يتفرج وهو سعيد ويفخور باللي عمله وطبعا ما بيقولش الولتر على الذكرى دي نهائيا وبيوريه المكان اللي دفن فيه الدكتورة إليزابيس وانه أصبح حزين جدا لما ماتت وحبها جدا وبيتم والتر انه هو كمان بيحب دانيلز علشان كده ضحها بإيده علشان يحميها في الوقت دا بيقرب الكائن المخيف من أسوار المدينة وبيتسلقها وبيحاول يوصل للبشر للقضاء عليهم وفجأة بيظهر أسد واحدة من الطاقم وبيهجم عليها بأسنانه المخيفة بعد ما بقى الجسمه أضخم وأقوى بكتير وفي خلال سواني بيقدر يخلص عليها وبسلق جدا وصرخات متهة بتنتشر في المكان كله وأخيرا بيقدر لوبي انه يتواصل مع تينيسي وبيعرفوا انه فيه ناس كتير ماتوا ومحتاجين حد ييجي ويخرجهم من الكوكب الملون دا فبيحاول تينيسي انه يخلي السفينة الأم تنزل لوسط العصفة علشان يساعدوا الطاقم ولكن السفينة بترفض لان دا هيعرض السفينة لخطر شديد والأمر دا بيحتاج باقي الطاقم اللي على السفينة يوافقوا عليه وفعلا بيوافقوا والسفينة بتبدأ في الهبوت أكتر وأكتر بيبدأ أورام انه إلي على البنت اللي ماتت فبيروح لشان يتطمن عليها وفي نفس الوقت ديفيد بيروح عندها وبيشوف الكائن المرعب وهو بيتغدى عليها وبيقفوا الاتنين يبصوا لبعض لسواني معدودة وكأنهم بيتكلموا وبيتناشوا لحد ما بيوصل أورام وبيشوف المنظر دا وبيستعد لقتل الكائن وبيحاول ديفيد يمنعه لأنه بيتواصل معاه وبيكلمه ولكن أورام بيطلق الرصاص وبيخلص عليه وده بيخلي ديفيد في قمة الغضب وبيقول له ازاي يقتله بعدما الكائن وثق فيه وده بيخلي أورام مصدوم الكائن دا أتى الوحدة منهم دلوقتي وهو كل اللي همه يتكلم معاه وبيصاوي بالسلاح ناحية ديفيد وبيطلب منه يقول له على اللي بيحصل بالزبط ومع وصول السفينة لمنتصف العاصفة بيقدروا يتكلموا مع دانيلز وهي بتطلب من تينيسي انه يبعت لهم سفينة الشحن الصغيرة وبالرغم انها مش مصممة للعمل في الظروف دي ولكنه بيوافق وده حلهم الوحيد وبيطلب انه يتكلم مع فارس زوجته فبيتقول له دانيلز على الخبر التعييس وانها ماتت فبيصدم جدا وبيبكي من الحزن والألم وفي نفس الوقت ديفيد بياخد أورام لمعمله بيوري كميات من الفيروس لسه محتفظ به وبيقول له انه مع الوقت بمهتم بالكائنات الحية اللي كانت على الكوكب ده وبيهرفوا ان الفيروس ده تم اختراعه بوحشية ولكنه تصنع بعقرية وانه مع الوقت قدر يفهمه أكتر ويتعامل معاه وفي الأساس الفيروس بيخرج منه طفيليات بتخش للكسم وبتهيئة تهيئة الحمض النووي للكائن الحي وبتنتيك كائنات وحشية وبيوفق ورام يتفرج وبيلاحظ ان ديفيد كان مشغول في الأبحاث على الكائنات دي وبيقول عليها حيواناته الجميلة واللي صنعها بيديه ويكمان بدأ يطورها وانه بيثم ان ديفيد تجنن وبعمتم بالصناعة وزي ما البشر صنعوه هو كمان بعايز يصنع كائنات ويتحكم فيها وأخيرا بياخدوا ديفيد لغرفة فيها بيود أملاقة لآخر الكائنات اللي قدر يصنعها وبيعرفوا انهم في الوضع ده مستنيين لأم تخليهم يطلعوا ويفجأ بيطلع كائن من البيضة وفي صورة رهيبة بيجم على أورام وبيلزق في وشه وبيخنقه بكل بشاعة وبيوفق ديفيد يتفرج وهو سعيد ويفخور بنفسه وفي الوقت ده في واحد اسمه روزي بيقلق على باقي أعضاء الطاقم وبيتصدم لما بيلاقي الكائن ميت وجنبه جسة صديقته فبيرجع لباقي الطاقم وبيقول لهم على اللي حصل فدانيلز بتبقى مرعوبة وعايزة تمشي من المكان فورا وبتطلم منهم يلاقه أورام ويتجمعه بعد ربع ساعة وبتتصل بتينيسي وبيتخليه ينزل بسفينة الشحن للكوكب فورا علشان ينقذهم من الموت الغريب ان أورام بيفوق وبيلاقي نفسه صد ديفيد وبيسأله وبيعمل ايه بالزبط و ايه هدفه فبيجاوبوا بكل بساطة ان هدفه انه يخلق كائنات ويبقى صانع ليهم وفاجب تنشأ بطن اورام وبيخرج منها الكائن الدموي ومن الواضح انه أقوى بكتير من الكائنات التانية وبيبصلوا ديفيد بابتسامة وبيتواصل معه وبيخليه يطيع اوامره في الوقت ده بيخش والتر للمعمل بتاع ديفيد وبيلاقي صدق جسة اليزابيسه اللي كان بيامل عليها ابحاس فبيروح يوجه وبيواجه ديفيد باللي فهمه وان الفيروس ما انطلقش بالخطأ زي ما لهم لما كان بيهبط بالسفينة ولكنه اطلقوا بمزاجه فبيترف له ديفيد بالحقيقة وانه ما تصنعش لتنفيذ الاوامر وبس وانه فيهم مع الوقت ان الكائنات الحية ومنهم البشر اصبحت ضعيفة وبيتموت وعلشان كده عايزين بداية جديدة ولكنهم ما يستحقوش البداية الجديدة وهو هيمنعهم ولازم كائنات تانية اقوى ومثالية تاخد مكانهم وهيبقى هو السيد والخالق بتاعهم وعلشان والتر برمجته مختلفة بيطرد على كلامه وفي لحظتها ديفيد بيتعنوا في رقابته وبيعطلوا بنفس الوقت بينتشر الفريق علشان يلاهو ارام اما دانيلز فابتلاقي مكتبة اهل الكوكب ده وبتبدأ تتصفحها وتفهمهم اكتر واثناء البحث بيوجه الفريق الكائن اللي خرج من البيضة وبيهجم على اللوبي وبيطلق مادة كوية على وشه فبيحاول زميله يساعده وفي لحظتها بيظهر الكائن المرهب الجديد بعد ما بقى شكله اضخم فبيجري لوبي بسرعة وبيسيب صديقه للموت واسناء بحث الدانيلز بيجي لها ديفيد وبيطلع ان في اوراء من المكتبة هو كتبها بنفسه ويرسمها وبتفهم ان اليزابيس ممتتش بسبب التحطم فبيترفلان ان هو اللي عمل عليها ابحاث وبيمسك الدانيلز بقوة وبيضربها فبتحاول تدافع عن نفسها ولكن من غير اي فايدة وهنا بيظهر اولتر بعد ما ادري يصلح نفسه لانه احدث وبيمسك ديفيد وبيضربه وبيتخنق سوا وبتحصل معركة قوية ما بينهم مليانة بالضربات المميتة والسريعة والقوية جدا وبيبني ان اولتر اقوى بكتير واعنف وبتتابل دانيلز معلوب وبيطلعوا يهربوا من المكان باقصى سرع عليهم وبيجلهم تينيسي وبياخدهم علشان يهربوا وبيشوفوا والتر ادريانجو فبياخدوا معاهم وبيهربوا وبيعرفهم انه دمر ديفيد ولكن الكاهن المرهب بيقفز على السفينة وبيتنسك بيها بقوة وبيبعز يخش علشان يخلص عليهم فبتخرج دانيلز وبتطلق عليه الرصاص من سلحها وبيصيبوا كزا مرة ولكنه بيهرب منها وبيحاول يهجم بطريقة تانية ويكسر الازاز ويخش للسفينة بالعفية فبتقرر دانيلز لنا تتحكم في درع روبوت قوي وبتحارب به الكائن وبتمسكه وبتضغط طريق جامد وبتفاصه وبترميه على الكوكب وبصوبة بتقدر ترجع لسفينة الشحن اللي بتواجه مشكلة في التحكم بس تينيسي بتحكم فيها بقوة وبيطر بيها للسفينة الام بسلام وبيقرروا انهم يكملوا رحلتهم لكوكب أرغواي ستة ويكملوا مهمتهم وأسلامهم على السفينة الام بيعرفوا ان فيه كائن حي غير معروف على السفينة وبيكتشفوا ان لوبي ماتوا الكائن خرج منه فدانيلز و تينيسي بياخدوا أسلحتهم وبيعرفوا مكان الكائن ده واللي راح يخلص على اتنين من الطاقم بيستحموا فبيجروا بسرعة بالأسلحة علشان ينقذوهم ولكن للأسف الكائن بيقدر يوصل لهم بدري وبيخلص عليهم بطريقة بشعة فبتفكر دانيلز في خطة وبتؤمر ان كل أبواب السفينة تتقفل وبيسحبوا الكائن لطريق معين لحد ما بيوصل لغرفة الدخ وبيخدعوا علشان يخش جوه عربية وأو لما بيبقى جواها بيرمو العربية للفضاء والكائن جواها وبيتخلصوا منه للأبات الفضاء وبيبقى مصيروا الموت وبعد المغامرات الرهيبة دي بيقرر الاثنين المدبئين من الطاقم انهم يطلبوا من والتر يدخلهم في حالة السبات لحد ما يوصلوا للكوكب الجديد وقبل ما الدانيلز تنام بيترف له والتر انه في الحقيقة ديفيد والتر مات واخد مكان ويخدعهم ويكمل اللي بيعملوا غصبا عن أي حد وهي بتروح في النوم وما فيش حاجة في ايديها تعملها وبيهدو بيطلع من بقه اجنة للكائنات المرعبة دي وبيحطها في التلاجات وبيبقى في انتظار يوصلهم لكوكبهم الجديد علشان يتغزوا على الالاف من البشر لغاية ان يكون فيلمنا خلص اتمنى يكون عجبكم ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لنا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول واستنون في افلام كتيرة جاية وريف واشوفكم على خير ومع السلامة